نافى الكريملين بأن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بشن ضربة صاروخية ضد بريطانيا واصفا تلك الأنباء بالكذب وأكد الكريملين بأن حلف النايتو أصبح منخارطا بشكل أكبر في الصراع الأوكراني لافتا إلى أن تدفقات الأسلحة الغربية لكييف ستؤدي فقط إلى مزيد من التصعيد وعشار الكريملين إلى عدم وجود أي اتصالات مع النايتو مضيفا بأن الحلف هو من أوقف الحوار كما أوضح الكريملين بأن مواصلة ضخ الأسلحة لن يغير من مسار الأحداث في أوكرانيا